السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزء الاول من امتحان الانترنت وطبعا هما جزئين اتنين وواحد في عشرين سؤال وواحد في ستاشر سؤال عشان يبقوا توتل بتاعنا ستة وتلاتين السؤال الاول بيقول اختر المصطلح المناسب للتعريف التالي بيقول لي عبارة عن مجموعة ضخمة من المستندات والوسائق موجودة على حواسيب مختلفة على شبكة الانترنت على طول قلنا ان هي الشبكة العنكبوتية او www World Wide Web السؤال التاني بيقول اي من مالي لا يمكن اعتباره من الاضرار الناجمة عن استخدام الانترنت طبعا احتمال فقدين المساحة المتوفرة على القرص الصلب اي من مالي يشير الى ان الموقع الموجود على شبكة الانترنت هو موقع امن اتفقنا ان انا عندي الHTTP اي من مالي هو افضل وصف لمصطلح الVOIP هو اجراء مكالمات صوتية عبر الانترنت Voice over internet protocol اي من العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بالشهادة الرقمية اللي هي Digital Certificate قلنا ان هي كل مهمتها انها بتعرفنا مين هو مرسل الرسالة فهي تتحقق الشهادة الرقمية وتصادق على هوية مرسل الرسالة اي من الاجراءات التالية تساعد في منع المراهقين من الوصول لمحتويات غير ملائمة طبعا تطبيق قيود على متصفح الانترنت في عنوان الويب www.training.org عايز يعرف ايه هو الجزء اللي بيعرف باسم النطاق فبالنسبة لي اسم النطاق او المجال او الدومين هو الورج بيقول عند استخدام المنتديات الموجودة على شبكة الانترنت اي من مال ينصح به يعني كل الحاجات دي ما ينفعش تنصح بيها اللي بينصح به هو تجاهل الرسائل المرسلة من مستخدمين غير معروفين اول سؤال في العمل بيقول لي اذهب لصفحة الويب www.pickshop.com فبقى اجي هنا في نفس العنوان واوفر على نفس الكتابة وبرجع كده امسح الكلام ده واكتب بيك شوب ومشانا قعد نقول بقى كتابة الايميل او كتابة الموقع الكلام ده كله بيتم small وبيتم لازق في بعضين ما بنبقاش فيه فواصل بالمصدر طيب معنى ان هو وداني الصفحة بتاعتي معنى ان انا كتبت صح ونقول له التالي طبعا نستطيع بقول اذهب لصفحة الويب كتبنا صفحة الويب ودسنا انتر فوداني للصفحة ونقول له التالي قم بتعين صفحة الويب لتكون الصفحة الرئيسية للمتصفح صفحة الويب عشان تبقى الصفحة الرئيسية فهنروح على قيمة ملف ونختار عفوا ادوات ونختار منها خيارات الانترنت يا اما من علامة الترس اللي موجودة اللي هي بتاعت الاعدادات وقول له برضو خيارات الانترنت هنا وهنا مفيش مشكلة هنفتح عشان نخلي الصفحة اللي قدامنا دي هنبيج فبقى ان احنا فعلا في نفس العنوان مش محتاجين نقعد نكتب فهنقول له استخدام الحالية ونقول له موافق التالي عايزني اضيف صفحة لقيمة المفضلة ومستخدم نفس المصار فطبعا عندي كلمة المفضلة قدامها او علامة النجمة اللي هنا فاحنا برضو بنضغط على كلمة المفضلة ونقول له اضافة الى المفضلة وبحكم انه هو طلبها في نفس المصار ما طلبش مني احطها في اي فولدر تاني غير المصار الاساسي ولا طلب مني ان انا انشئ فولدر جديد يبقى بضيفها على طول وقول له اضافة بيقول لي في صفحة الويب بيكشوب دوت كوم احفظ الملف نموذج الطلبات الى داخل المجلد listmas.link هنا طبعا عايزني احفظ ملف موجود عندي يعني اعمله دولود فطبعا احنا هنشوف الشاشة قدامنا مش موجود حاجة لكن عندي السكرول لازم انزل ودور فين الملف اللي اسمه نموذج الطلبات بلاقيه تحت عندي ملفين بيدي اف واحد منهم اسمه نموذج الطلبات بضغط عليه كليك شمال وببدأ اقول له استعرض المصار اللي هو عاوز يحفظ فيه فهو عاوز يحفظ في دوكيومنت لاتمص هو اصلا موجود فيه بس تحسبا لأي خطأ لازم نتابع الخطوات ونقول له اوكي وباجي هنا بقول له حفظ ما بغيرش اسم الملف لانه بقول لي مستخدما اسم الملف الافتراضي وقول له حفظ بعد كده هو تم حفظه داخل صفحة الويب قم بالضغط على الارتباط التشعبي اتصل بنا طبعا هي مش فكرة ارتباط التشعبي يخدني ان انا لازم ادور على لينك لا هي اي كلمة من القواهم اللي قدامي هيتحول شكل الموس معايا بالشكل ده لشكل اليد يعني هو في العادي شكله سهم لما بدخل على اي حاجة فيها لينك بيتحول لشكل اليد ادي اللينك اللي عايزني اضغط عليه اتصل بنا ونقول له التالي بيقول لي في صفحة الويب اللي اسمها مش عارف بيكشوب دوت كوم سلاش كونتاكتاقص دوت بي اتش بي اللي هي الصفحة اللي احنا قدامنا دي طبعا هو عنده خطأ هنا انه كاتب اتش تي ام ايل ما يقصدهاش طبعا هو غلطان هير مفوت تبقى بي اتش بي مش مشكلة المهم هي الصفحة دي هنيجي نكتب فيها الاسم اللي موجود قدامنا ونكتب له الميل اللي عايزه وبردو الميل يا شباب بيتكتب سمول والآت بنعملها بشفت اتنين ماي ميل دوت كوم وطبعا هنا نوع الطلب هو فكرة نوع الاستفسار بنضغط عليها ونختار قائمة الاسعار ونيجي نكمل هنا السكرول بتاعت السؤال هنلاقي فيه بيقول لي قم بالضغط على زر التقديم فبضغط على التقديم تمام ونقول له التالي نيجي السؤال بيقول انتقل لصفحة الويب احنا موجودين فيها عشان بس دايما عيني على صفحة الويب وعيني على العنوان اللي مكتوب في الـ URL او صفحة الايه العنوان من الموقع بلاقي ان انا فعلا واقف فيها فهو كل اللي عايز ان اعمله اطبع نسخة من هذه الصفحة فانا بروح له على قائمة ملف وراح اقول له اعدادات طبعا ايه مش اعدادات طبعا بنخش على كلمة طبع على طول تمام وهنلاقي عندي هو عايز عدد النسخة واحدة بس ونقول له طبعا بيقول لي استخدم خاصية البحث في متصفح الانترنت واوجد معلومات عن معجنات فانا باجي هنا في نفس المكان بيعتبره هو السيرش انجين او محرك البحث لان انا مش قدامي محرك بحث تاني تمام او بتضغط كده طبعا ما بتلاقيش حاجة في الهيستوري موجودة فانت طبعا بتروح عشان تكتب الكلمة اللي عاوز تبحث عنها هتكتب له كلمة معجنات وتدوس انتر هيتم البحث ويجيب لك صفحة نتائج البحث ونقول له التالي طيب بيقول لي حسن البحث بتاعك باستخدام ميزة البحث المتقدم فانا عندي كلمة بحث متقدم قدامي بندغط عليها هنا بيقول لي ايه عايزني ابحث باستخدام عبارة العبارة اسمها معجنات سريعة فانا عندي عشان احسن البحث اما بيديني كذا كلمة واكتبها في الحقل بتاع هذه او جميع هذه الكلمات اما بيديني عبارة زي كلمة معجنات سريعة فبابدأ اكتب هالو ومنساش لاته مربوطة ولا هاء ولا يأمر بنقطتين ولا الف لين عشان خاطر كل حرف من دول بنغلط فيهم بيضيع للدني بعد ما بكتب البحث بالعبارة واقول له بحث متقدم بس كده ونقول له التالي عايزني اروح للعنوان اللي اسمه كويكترانزليت دوت كوم واستخدم ميزة الترجمة لعرض محتوى الصفحة السؤال ده رزل شوية بان انا لازم اقعد اكتب شوية تمام فبراح اكتب له انا عاوز طبعا ممكن نفتح السهم ده نجرب كويكترانزليت دوت كوم فانا مش شايفها فهضطر ان انا لازم اقعد اكتبها اهو هنمسح كل الكلام ده كله وروح نكتب له ايه دابليو 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 دوت كويكترانزليت دوت كوم تمام وراح دايز له انتر هو اداني صفحة الكويكترانزليت مهمتي هنا ان انا ادخل الرابط طبعا احنا ما عندناش كابيو بيستر الكلام ده لازم تكتب برضو دابليو 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 دوت بيكشوب دوت كوم ناشي وراح اقول له ترجم لي من الانجليزية الى مين يا شباب عايزني اترجمها باللغة الاسبانية فهضغط له على الاسبانية وقول له ترجم هو اداني فعلا صفحة البيكشوب ولكن مترجمة بالاسبانية بقى انا كده تمام واقول له التالي خلي بالك انت لو كاتب اي حاجة غلط مش عمره هيدي لك النتيجة ولا هيدي لك اللي انت عايزه طيب باستخدام تبويب تعليمات عندي تبويب اسمه تعليمات اهو اللي هو بالنسبة لي بالانجليزي عايزني استخدم التعليمات وقول له تعليمات عشان اعرض معلومات عن كلمة اسمها ادارة المفضلة او عنوان اسمه او موضوع اسم ادارة المفضلة فانا كده عرضت المعلومات قدامها وبعد كده بيقول لي قم بعرض هذه المعلومات واغلق النافذة افنا النافذة ونقوله التالي بعد كده بيقول لي اغلق متصفح الانترنت نيجي نقول له فايل ونقول له انهاء انا كده جاوبت العشرين سؤال الاولاني الجزء الاولاني ونعمل الجزء التاني طبعا هنوقف كفاعة الجزء كده ونقفل ونجيب الجزء التاني